وجهت شركات الطيران في بريطانيا انتقادات حادة للمطارات واتهمتها بعدم الاستعداد لموجة السفر التي أعقبت انتهاء أزمة وباء كورونا وأكدت الشركات أنه لا يوجد مبرر لحالة الفوضى التي تعاني منها المطارات في الوقت نفسه أعلنت مجموعة مطارات مانشستر عن خسائد بلغت أكثر من 690 مليون جنيه استرليني خلال العامين الماضيين محمد طاها المزيد من التفاصيل هذه الطائرة هبطت في مطار جاتويك في لندن قادمة من جزيرة إيبيثا وأمامها ساعة واحدة لتتوجه إلى مايوركا وما يساعد هذه الطائرة على القيام بذلك هو توفر عدد من العاملين القادرين على تقديم الخدمات المختلفة في وقت ملائم وتزويدها بالوقود ولكن بدون تلك الخدمات لن تستطيع هذه الطائرة تحليق بهذه السرعة وستبقى في المطار فترة أطول ومن ثم سوف تزداد نفقات تشغيلها كل هذه الخدمات تأثرت بسبب قلة العاملين في المطارات البريطانية بعد انقشاع أزمة وباء كورونا كثير من العاملين تم تسريحهم وأخرون فضلوا التقاعد أو استهواهم العمل من المنزل أما من بقي من العاملين فهم يلوحون بالإضراب طلبا لزيادة الأجور كل هذه الأسباب أدت إلى فوضى عارمة في المطارات البريطانية تفاوتت بين الطوابير الطويلة وإلغاء الرحلات وفقدان الحقائب شركة الخطوط الجوية البريطانية أعلنت أنها ستلغي أكثر من عشرة آلاف رحلة جوية هذا الأمر سيضاف إلى إلغاءات أخرى ليبلغ إجمالي الرحلات التي ألغتها الشركة منذ شهر أبريل نيسان الماضي إلى ثلاثين ألف رحلة هذا الأمر يؤثر على حركة الطيران هنا في مطار هيثرو أكثر مطارات بريطانيا ازدحاما بالإضافة إلى مطارات أخرى في لندن مثل جاتويك و سيتي هذا الأمر سيؤثر على خطط السفر الخاصة بأكثر من مائة ألف مسافر ومن المنتظر أن تعلن شركات الطيران عن المزيد من إلغاء الرحلات خاصة وأن سلطات المطارات قالت إن الشركات يمكنها الإلغاء دون التعرض لأي غرامات إلا أن ذلك ولا شك سوف يؤدي إلى زيادة في أسعار تذاكر الطيران ويضاف إلى كل ذلك أزمة ارتفاع أسعار الوقود مبدئيا ستزيد أسعار التذاكر بنسبة تتراوح ما بين عشرة إلى عشرين في المائة على المدى القصير والمتوسط خلال الأشهر الستة المقبلة وإذا زادت أسعار الوقود بسبب الحرب في أوكرانيا ولم تستطع شركات الطيران التعامل مع مشكلات العاملين وتقديم الخدمات فإن الأسعار ستزيد بصورة أكبر وفي ظل صناعة تضع أمان المسافرين أولا من غير المنتظر أن يتم حل مشكلة العاملين في قطاع الطيران قريبا حيث يتعين عليهم تلقي تدريبات خاصة قبل بدء العمل محمد طاها بي بي سي نيوز عربي من لندن